السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ابو عرب واحنا النهاردة مع ابطال ومادة الكنكت بلس وتعالى نشوف اول درس جرامر معايا اللي هو وتعالى احكي لك على الحكاية في يوم الايام انا كنت قاعد على الانترنت وقريتي الجملة دي او الكلمة دي look ابط انا لما جيت ترجمتها ترجمتها كده ينظر لا اعلى بس الاسف الكلام ده كان غلط ليه بقى ميستر لاني look up دي مع بعضيها احنا بنسميها في الانجليش حاجة اسمها brother verbis verbis يعني الافعال الاسطلاحية انا مش فهم يا ميستر معلش بص يا سيلي دي عبارة عن افعال زي look كده بس الافعال دي لازم يبقى وراها حرف جر preposition يبقى ده هو بسمي ايه preposition حرف جر تمام زي مين ابسط كلمة موجودة عندك بتشوفها كل يوم او بتسمعها كل يوم انها كلمة wake up بمعنى ايه يستايكز طيب ده انت قلتين لي انه هو verb ايه وده هو قلتين لي انه هو preposition حرف جر ماشي اول افعال دي في منها نوعين ايه مستر النوعين اول نوع wake number one يلزق فيها preposition number two ما فيش اي مشكلة خلص تمام النوع التاني وده اللي بيجي في الامتحان كتير ركز بقى ارجوك عشان تطلع فيها ماشي النوع التاني في كلمة بتفصل ما بين الاتنين دول لو موجودة الكلمة دول هي مش كلمة واحدة خير يا مستر قلقتيني هما six words يعني ست كلمات اللي هما مين قالك يا مستر لو انت عندك حاجة اسمها object pronouns اللي هي ضماير المفعول مالها ضماير المفعول لازم تيجي بعد الverb يعني ايه يعني تفرق ما بين الverb زي مين بقى زي مين زي مين زي هم شاطر اللي بيقول ورايا ده زي اس زي ذم زي يو وزي ات مستر انا مش فاهم طب بلروحة كده تعال ادي لك الاكزامبل ده لما اجا اقول لك ان ماي مام wake up early بص كده مفيش ضمير مفعول في الجملة عشان كده wake اللي هو الverbج الاول ولزق فيه على طول اللي هو preposition زي حرف الجر اللي اتنين هم جنبه بعض طب لو انا بقى عندي ضمير مفعول استعيد بص كده نفس الجملة my mom wake وهنا هو حطت كلمة me فمي قالت لك لا انا هاجي بعد wake وهنا تفرق لأول مرة ما بين wake وما بين up ليه علشان ضمير المفعول طيب احنا كمان مستر معلش حاضر بص كده my dad fill in the form يعني بابا يعمل form او الاستمارة ده قبل ما ايه before we left قبل ما نسيب المدرسة او المكان بص fill جي بعدها مين in مفيش اي نامر مفعول فالتنين لازقوا ببعض لكن بص نفس الجملة دي mon dad filled اها filled ايه filled it اها يبقى في الحالة دي filled جي بعدها it وبعد كده تكملت باع البريبوزيشن يبقى دي الفيرب ودى البريبوزيشن لو عندي كلمة من دول الكلمات دي بتيجي بعد مين بعد الفيرب على طول دعنا بقى اختبر كده في الاختبار ده بيقول لي هنا i don't know the answer i look on the internet it يا ترى هاخد ايه طبعا يا مستر كلمة look up معناها يبحث عن المعلومة او يستكشف او يكتشف حلو طبعا يا مستر ما نحط look up it ماينفعش لو انت عندك ضمير مفعول ماينفعش تجيبه بعد ايه بعد حرف الجر هجيب ضمير المفعول وبعد كده هجيب مين up ده كده بالنسبة للدرس بتاعنا هنسكت لا تعال بينا نحل اسئلة كتير 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 من كتاب المعاصر يلا بينا open page number 35 وتعالى عشان تطلع فيها my mom walk me بص كده ادي وكا هي جات بعدها مين me طب انا عايز اقول ان ماما صحيتني بدل يبقى walk me up طب هات يا مستر نمبر 2 i put my clothes to make my room tidy انا عايز اقول ان انا حطيت الهدوم بتاعتي في مكانها الصحيح بص كده put away طب ليه ما فيش ضامر مفعول ما فيش اي هي ولا اهم ولا ات ولا اص ولا الكلام ده فانا هقول له put away كمل محايا عشان تطلع فيها yesterday that dropped my uncle as the station عايز اقول ان بابايا وصل يبقى هقول له ايه dropped off dropped off طب هات اللي بعده i figured the correct answer طبعا يا مستر انت عارف ان كلمة figure دايما من الحاجات اللي بيجي بعديها كلمة out figure out وهنا هتبقى figure out مش figure off ولا figure on ولا figure away هات اللي بعده we went to the airport to see my cousin امير طبعا هنا هقول له to see off علشان نودع ابن عم امير i don't know the answer i look اه بص بقى انا في عندي هنا ضمير مفعول اللي هو it يبقى it تيجي الاول وبعد كده ايه حرف الجر اوكي يا شباب طب يبقى اللي اتنين دول ينفعو ودول ما ينفعوش عشان حرف الجر اهو جاي بعد look طب ايه المعنى بيقولي ايه look it up بمعنى ايه يا مستر بمعنى يتعلم او يلطقت شيء لكن هنا look up بمعنى يبحث عن معلومة هات اللي بعده i picked a lot of french phrases while i was in France طبعا هنا picked up بمعنى يتعلم او بمعنى يلطقت يعني هو تعلم بعض العبارات الفرنسية عنشان هو كان في فرنسا هات اللي بعده they are looking طبعا كلمة look يا مستر من الحاجات اللي موجودة عندي في المنهج بمعنى يبحث عن معلومة او يكتشف يبقى هنا هقول له up could you fill برضو fill من الحاجات اللي موجودة عندي بتتبع بإن هقول له could you fill in ده كده بالنسبة لتدريبات المعاصر تعالى وانت معايا نبص على تدريبات الباهر يلا بحينا لو انت بيتمعني من الباهر هتلاقي open page number 14 افتح page number 14 وهنا بيقولي could you fill this form هطبعا هقول له could you fill in هات اللي بعده I asked my dad to me up بص هنا هنا هجب 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 وهنا هو في object يبقى هنا طبعا هقول له ايه wake me up every day يبقى انا هنا هو طلبت من بابايا صحي هات اللي بعده number 3 هنا بيقول له be a lot of lessons at school يبقى هنا بمعناها يتعلم هتبقى pick up هات اللي بعده number 4 my friend is me off يا شبابة هو ده من المفعول يجي على طول قبل حرف g اوكي هنا هقول له مين بقى اللي بيجي معاها off طبعا اللي بيجي معاها off يا مستر هي c الباست بتاعه هنا هو so يبقى my friend is saw me off as airport last week ودعوني في المطار الاسبوع اللي فان the clever students figured is the answer طبعا يا مستر كلمة figure احنا لسه واخدينها من شوية وقلنا بيجي معاها figure out وطبعا هنا دي من الحاجات اللي حضرتك لازم تكون مركز فيها number 6 is a room was messy so i bet everything طبعا هنا كلمة put بتيجي معاها كلمة away بمعنى هيضع الحاجة في مكانها الصحيحة if you don't know the meaning of difficult word in a dictionary طبعا لو انت ملقيتش حاجة معنى كلمة في قمص يبقى هقول له ايه هقول له look it up طبعا ما يفعش look up لا ليه لان دمجالي دمير مفعول يبقى دمير مفعول يجي قبل الpreposition ما بين الpreposition والverb my dad always بابايا دايما me off at my school يبقى هنا بمعناها يوصل يبقى drop off هات اللي بعضه يا شباب وتعالى نبص هنا my mom see me هتبقى off اللي هي double if هات اللي بعضه بعد كده what information did you هقول له did you look up look up يا شباب بمعنى يكتشف او يبحث عن معلومة هات اللي بعضه what language did you وهنا بيقول لي back up هنا طبعا هقول له pick up هات اللي بعضه تبقى هنا يا مستر number four did you put way your shoes هنا طبعا هقول له put من الافعال اللي بيجي معاها بيجي معاها away بمعنى يضع الشئ في مكانه الصحيح مش هقول له away هات اللي بعضه I feel طبعا فيلد عارف ان هي على طول بيجي معاها in ك حرف جر علشان كلها بمعنى يكمل او يستكمل هات اللي كمان بيجي number 15 بيقول لي we felt طبعا فيلد معناها in فيلد in معناها يكمل او يستكمل او يملأ form او استمر هات اللي بعضه I up the best places to visit on the internet طبعا يا مستر دي هيجي معاها looked looked up بمعنى يبحث عن معلومة او يستكشف او يكتشف شيء هات number 3 my mom me up early in the morning او in the morning هنا طبعا هاقول اللي مامتي walk صحتني هات number 4 I picked a little french phrases while I was in Morocco طبعا هنا number 4 هتبقى up بمعنى يتعلم او يلتقط بعد العبارات هات اللي بعده وسمحني لو بطول عليك مش هطول عليك كتير هات لي number 5 هنا when the taxi dropped us at the airport I felt a bit sad هنا طبعا كلمة drop off بمعنى يوصل هات بعدك هنا number 6 my mom as of at the airport طبعا هنا هتبقى so بمعنى see اللي هي البست بتاع see see off بمعنى يودع I figured the answer خلاص بقى انت فهمت ان figure بيجي بعديها out but number 8 it was a great trip but I was sad to put my hacking shoes طبعا هنا يا مستر number 8 هقول له away put away هسيب لك دول عشان ما طولش عليك وقت الفيديو هسيب لك دول number 9 10 11 12 ممكن تكتبهم لي في التعليقات هاتكتب لي كده في التعليقات number 8 هتبقى كذا ونين كذا 10 كذا 11 12 هسيبهم لي كهم شوية قبل ما اقفل الفيديو عشان لو انت هتعملهم سكرين ولا حاجة علشان لو هتعرف تتعامل معاهم بالحل كده احاول اغم صانية واحدة كده انت معايا اوكي ممكن تخلهم سكرين دلوقتي وتبدأ تحلوا thank you and good boy